بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة هو بعنوان لا تتزمر بل اقتني عظمة داود داود النبي من وهو شاب صغير اتعرض لوقات عصيبة جدا يعني كان أولها زي ما ذكر هو مهاجمة دب وأسد له وإزاي أنه هو بنعمة ربنا قدر أنه هو عليهم ويغلبهم ونجى من الأسد والدب وبعد كده نلاقي المخاطرة الشهيرة بتاعته أنه هو يروح يحارب جليات الجبار الفلسطيني اللي كان معصفاته مرعبة في هذا الوقت وجيش كل ما قدرش يحاربه وانتصر عليه بنعمة ربنا وبعد كده تعرض داود لمطاردات كثيرة جدا من شاول الملك والجيش بتاعه وهما بيتردوه علشان شاول كان غيران منه وبعد كده حتى لما سبتت المملكة في قدين داود وبقى داود هو الملك بدون منازع دخل في حروب كتيرة مع أعداءه لغاية نهاية حياته ومش كده وبس ومشاكل مع ابنه أبشلوم وغيره مشاكل كتيرة تعرض لها داود لكن نلاحظ إن في الكتاب مؤدس إن داود ما كانش بيتزمر بالعكس داود دا بتاع التزبيح والمزامير الجميلة ما زمرش عربنا أبدا عشان أتعاب اللي عانى منها لكن كله روح تانية روح إنه هو شجاعة وإزاي إنه هو شايف اللي بيعمله ربنا إنه بينتصر بنعمته بقوته فبمرة مرات مزمون المزامير كده قال مزمون 144 يقول مبارك الرب سخرتي الذي يعاني يدي القتال وأصابعي الحرب يعني اعتبر إنه هو الديقات اللي جاد دي كلها ربنا من خلالها والحروب والمشاكل علموا حاجات كتير قوية عشان كده مبارك يعني بيبركوا يعني بيشكروا يعني بيحمدوا داود اعتبر الحرب اللي قدها كمالك مسؤول عن شعبه وإن دي حروب مقدسة حروب مقدسة بتاعت ربنا الأعداء عايزين يهينه اسم ربنا عايزين يبيده شعبه وهو يسكت فكان نظر لها كده عشان كده هو كان بيجري على الحروب دي مش كان إنه هو حسنهن عليه وأنه ليه رب العكس وعشان كده داود حارب إظهار لمحبته ربنا عايز يبين محبته ربنا وغيرته على اسم ربنا القدوس لأن الشعوب دي لما كانت بتحارب كانت أليهاتها بتقول إن أليهاتها تنتصر ويتكلموا كلام وحش على إله إسرائيل زي ما قال داود الكلام ده لما راح وقف قدام شاول وقال له إنه هو عايز يحارب جليات فقال كده لما شاول قال له بصله كن شاب صغيرة تحاربه إزاي فقال كده قتل عبتك الأسد والدب جميعاً وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد من هما ليه بقى؟ ده اللي كانت مدايق داود قوي الحتة اللي جاية لأنه قد عير صفوف الله الحي دي اللي مدايق داود دي بقى داود كان ينظر لهذه الحروب إن هي فرصة إنه هو يبين محبته ربنا وغيره على اسم ربنا في كتير من ولاد ربنا بيتشبهوا الداود دلوقتي لما بيقدموا محبتهم لله يعرضوا لنفسهم لمتاعب ومخاطر سواء أثناء خدمة الناس أو محبتهم للناس أو أمانتهم في شغلهم أو شهادتهم للحق والأمانة من أجل ربنا فبيتشبهوا بداود ياخدوا هذه الأمور بحبه وفرح ومن أجل اسم ربنا مش بتزمر داود اتعلم في حروب الكتيرة الإيمان بالله دخل في خبرة إيمانية اتكل عليه بشجاعة وغلب وانتصر زي ما بيقول كده فقال داود داود قال كده للفلسطين نكلم عن جليات وقاله الكلام ده أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إلى صفوف إسرائيل الذي عيرتهم كان حاسب يقول ربنا أنه هو دا إيمانه أنه معاه ربنا عشان كده ينتصر ولاد ربنا برضو بيتعرضوا لضيئات كتير ومشاكل كتيرة بيعتبروها فرصة يزوئه ويختبروا الإيمان أصلا الإيمان دا لازم يختبر بطريقة عملية وندوقه ونعرفه بطريقة عملية ما ينفعش أقول أنا مؤمن وبس لازم تيجي شدة أختبر هذا الإيمان وتسرب بإيمان وشوف أده إيه ربنا قوي وهنا هو بطريقة عملية إذا اختبرت الإيمان وعرفت إيه هو الإيمان دا قود النبي اتعلم من خلال الدقيقات والأتعاب اللي جات عليه خبرات كتيرة كان لها دور شديد كبير جدا في سقل شخصيته زي ما احنا قلنا وزي ما بنقول في المصمور 18 الذي يعلم يدي القتال فتحن بزراعي قوس من نحاس يعني اشتد عوده وقدر القوس من نحاس أن يحنيه بإيه القوة دي سقلت شخصيته ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح برضو اتقال عنه حاجة عجيبة قوي رغم أنه هو ابن الله وأن يحل فيه كل ملء اللهود جسديا لكن كإنسان اتقال عنه أنه هو تعلم الطاعة مما إيه؟ مما تألم به يعني إيه تعلم الطاعة؟ يعني كإنسان من خلال الدئات اللي جات عليه والمشاكل كان بينمو زي ما تقال عنه كده بينمو في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس كان برضو كإنسان خبرات ياخد خبرات شديدة جداً وكبيرة جداً وعظيمة جداً من خلال الألمات والمشاكل اللي بيكتسى كإنسان دقاً ما شكلمش كإله لأنه كإنسان عاش عشان نمو في طريق الكمال ودي أهمية الدئات اللي بنيكتسها في حياتنا وعشان كده سفر أعمال رسل أكد الكلام ده أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله في أعمال الـ 17-22 ليه كده؟ عشان نبغي هذه الخبرات وننمو في طريق الكمال يا أخي الحبيب يا أخت العزيزة اقبل ما يأتي عليك من دقاط أوع تتزمر لكن كن شجاع تقدم وحمل صليبك بغيرة وحب المسيحك اللي هيقودك ويعلمك وينصرك ويفعك لإلنا كل مجد وكرامة ملآن لأباد الأباد كلها أمين